السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم العافية اليوم محاضرتنا عن thyroid hormones الغدة الدراقية طبعا thyroid hormone thyroid gland دور أساسي normal growth and maturation دور مهم كثير في الميتابوليزم في الجسم في صحة الجهاز القلبي two major thyroid hormones مثل التيرو tri-iodothyronine وهو T3 و الثيروكسين وهو T4 الhypothalamus تحت الميهات تفرز هرمون thyrotropine releasing hormone thyrotropine releasing hormone thyrotropine gland ويجعلها تفرز thyroid releasing thyroid stimulating هي صلحوها thyroid stimulating hormone stimulating hormone okay الانترابي تترابي تفرز thyroid stimulating hormone thyrotropine او ثيروتropine ثيروكسين الثيروكسين الغدة الدراقية thyroid stimulation او ثيروكسين او ثيروكسين بحفظ thyroid gland او ثيروكسين او ثيروكسين بخلي كوان يعمل او ثيروكسين بانزيم اسم البركسيديز ويجعلنا T4 و T3 في الجسد تمام إذن هاي تكون عام هي وظائف الودة البرقية بس احنا في عنا امراض تصير بسبب خلل في هاي الودة ممكن تكون hypothyroidism يعني قلة قلة افراز thyroid hormones inadequate secretion of thyroid hormones شو بتعمل عنا بتعمل عنا برديكارديا poor resistance تخلي الواحد دايما بربان اطراف وبردباني mental and physical slowing هاي بتكون في children اكتيل and children mental retardation and warfism تعمل كمان اللي هي تخلي الطفل يكون زي القزم افراد نفس mucha بح meats اطراف iş زي القزم Warning ؟ معقول اذن mental retardation and warfism لأطفال ممكن أن يكون لديهم تخلف عقلي وتؤدي إلى أن الطفل يكون قزم أو قصير القامة أو حجمه قليل يكون مرض مناعي أنت البروكسيديز اللي هو الإنزيم اللي يعمل اللي هو بساعد في إنتاج T3 والT4 يكون مستوى TSH عالي في الجسم التريتمية عادة للهيربوثيروكسين هو الليبوثيروكسين T4 هو اللي prefered prefered over leothyronine أو combination من الاثنين T4 اللي هو اسمه ليو تريكس الليبوثيروكسين طبعا هو better ليبوثيروكسين is better tolerated than T3 has longer duration بنعطى once daily on empty stomach بنعطى قبل الأكل مرة في اليوم قبل الأكل ليبوثيروكسين بنعطى قبل الأكل وبيستنى المريض تقريبا ساعة أو أكثر استنى المريض بدان ببلش الأكل مرة في اليوم and steady state is achieved after six to eight weeks ببلش أن الدواء يعلى تأثيره بالدم للتركيز العلاجي بعد تقريبا ثمان أسبوع من العلاج فهذا العلاج يكون chronic side effects هذا الدواء يمكنني عمل tachycardia palpitation unexplained weight loss هو أصلاً اللي عنده hyperthyroidism أصلاً بكون عنده داماً weight gain ويكون المعمل الرجيم ما بيضعف فطبيعي لما يرجع thyroid hormones ترجع عنده لفل الطبيعي طبعاً بدي يصير أنه وزنه يقل حتى لو هو ما عمل رجيم drugs that induce cytochrome P450 phenytoin rifampine phenobarbital أيضا وبيزير هالأنزيمات accelerate metabolism of drug and reduce effectiveness أيضا وبيعمل زيادة في أنزيمات ال liver فبده تأثر على أدوية الغدة وتعمل عندنا مشكلة أنه تعمل تقلل فعاليتها المريض اللي بأخذ مثلا مريض صراح بأخذ phenytoin مثلا وبيدو يأخذ أدوية الغدة هاي بديو الجرعة الغدة تتعدل عنده بديو يأخذ جرعة أهلا من الناس الثلين الآن الhyperthyroidism الhyperthyroidism هو زيادة في thyroid hormones excess secretion of thyroid hormones بتعمل تاكيكارديا Cardiac arrhythmia body wasting المريض بيكون كثير بعيف nervousness tremor heat intolerance بيكون المريض دائما بتحوب حتى لو الجو بارد بيكون دائما حران Graves disease هو autoimmune disease هو most common cause of hyperthyroidism الautoimmune disease بهاجم رغوط الدراقية وبجبرها تعمل excess hormone تزيد في إنتاج هرموناتها Graves disease an autoimmune disease that affect the thyroid is the most common cause of hyperthyroidism the treatment the treatment hyperthyroidism removal of part or all of the thyroid surgical removal or destruction by radioactive iodine يعني اما يشيلوا جزء من الثايرويد أو كلها بعملية جراحية أو بعتوا radioactive iodine radioactive iodine يعني بتاخدوا الغود الدراقية بتاخدوا جواها وبصير destruction لالها which is selectively taken by thyroid follicular cells بتاخدوا الخلايا وبتحطم وبتحطم الradioactive iodine بيحطم أو بعمل destruction للغود الدراقية Inhibition of thyroid hormone synthesis يعملوا Inhibition بالpropyl thioracyl PTU and Methymazole هدول concentrated thyroid gland to inhibit oxidation of iodine and other reactions بيمنع التفاعلات اللي بتعملنا T3 و T4 بيمنع تصنيع T3 و T4 من الآيودين طبعا هدول delayed onset of action يعني مفعولهم بيطول لحد كل stored hormones are bleeding يعني already بتكون الغود الدراقية عملت هرمونات لما نبلش ناخد الضواء الهرمونات اللي نعملت من قبل هذا ما بيأثر على هاي الأدوية بس لما تخلص كل هاي الهرمونات في الجسم بيبلش مفعول هاي الدواء مذكركم هذا الاشي بيدواء أخذناه بفارما واحد بيأثر على عوامل التجلط بس كون بيأثر على عوامل التجلط اللي تصنعت بيأثر على عوامل التجلط اللي تصنعت الورفارين الورفارين كمان كمفعوله بيطول تيبلش مفعوله ليه بيضخري من ثلاث أيام لأن قريب يكون في عوامل تجلط وتتكونت في الجسم عملها الفيتامين كي وبعدين لما يجي الورفارين يمنع الفيتامين كي الفيتامين كي بيروكسيديز اللي هو بيصنع العوامل العوامل التسعة وسبعة واثنين العوامل بالجسم بس تخلص بيبلش مفعول الدواء انه يعني بيبلش هنا أو بظهر عنا الميثيمازول هو والبريفيرت هو البروبايل ثيوراسيل لأنه لانه لانه البروبايل ثيوراسيل بقدر يستخدم بالفرست تريميستر أوف ممكن يعني آمن للحامل تستخدمه لانه الميثيمازول هاي تيراتوجينيك اه البروبايل ثيوراسيل فيه هباته تكسيسيتي فبنخاف نستخدمه مع المرضى اللي عندهم متشاكل في الكبد اه بلوكيد اوف هرمون ريليز كمان هاي ثالث طريقة لعلاج الهايبرثيروديزم ايودين انهيبت ريليز اوف ثايرويد هرمون الميكانيزم هي يعني يعني مت كثير مفهومة بس هاي الطريقة عادة هاي الطريقة انه يعطي المريض ايودين هاي عادة هاي بيعملوها قبل عمليات الجراحية مثلا بدهم يعملوا عملية جراحية ويستقصلوا الثايرويد غلاند فبعطوه ايودين هذا بيقلل بيقدي الى تقرير الباسكولاريتي للثايرويد غلاند تقرير تروية الدمويل للثايرويد غلاند فممكن انهم يقدروا استقصلوها بعملية جراحية تكون ناجحة وننزيف فيها اقل باستخدام لا تستخدام لترابي لأن سيارويد سيارويد بصر بعد فترة بعد فترة تقرد وتستجيب فهو يستخدم مرحلة مؤقتة يستخدمها قبل العملية الجراحية بين تقرير تروية الدمويل للثايرويد عشان نقل التروية الدمويل للثايرويد فتصير عملية لما تنشار تكون عملية ناجحة أيضا تايرويد 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 ممكن يتعرضها مريض الهايبر تايرويد انه تصير عنده الاعراض مرة واحدة فممكن لما يعطوه ايودين يسيطروا على هاي الحالة سوف نرى السؤال مرة اخرى يستخدم الاعراض غير المعلومات قبل اخرى يستخدم الاعراض للهايبوثايرويد نحن بالطبع الاعراض يستخدم الاعراض للاعاض هذا فمش هو. اللايثريكس هذا عبارة عن مكتر من T3 وال T4. البيتيو هذا للهايبو مش للهايبال. اللايوثيرونين اللي هو T3 والليوثيرونين اللي هو T3. والليوثيرونين اللي هو T4. اي واحد احسن اشي طبعا. الليوثيرونين الليوثيرونين و ليوثيركس. يعني سادق سادقهم اكثر. الايوديين والبيتيو هذو اللي يستخدمو للهايبارثيرونيزيزم. وش للهايبارثيرونيزم. احنا نكون خلصنا الثيرويد غلاند. خلينا نشوف الغيرويد. هنشوف الparathyroid gland الparathyroid disorder او البوني disorder number of hormones regulate الكالسيوم والفوسفيت balance most important الparathyroid hormone الBTH والكالسيتريول الديهايدروكسي فيتامين الكالسيتونين الكالسيتريول هدا الفورم الفعال من فيتامين دي لانه احنا عنا اكثر من فورم من فيتامين دي مش كلها فعالة الكالسيتريول الدي سي هو الاكثر هو الفعال ارجو انه النقطة تكون يعني واضحة هو الفورم الفعال هو الكالسيتريول يعني البيتامين دال اللي بيصنع الجسم اللي بيصنع الجلد من تعرض للشمس ما بيكون فعال لسه بيروح برحلة في الجسم عشان سير فعال بالباراثيرويد هرمون هاز استيموليطري افكت اون بون انكريز ريزوربشن يعني بيزيد من اللي هي افراز البون للعظام يعني زي تكسر العظام انت كيدني بيعمل كالسيوم في البلد فهو بياخد الكالسيوم من العظام و بياخد الكالسيوم من الكدني بيعمل ريابزوربشن بيعيد امتزاز الكالسيوم ببناها تطلع من الكدني تضرع من الكالسيوم من الكالسيوم يشعل بيهم اللي هو البيولوجيكالي اكتب فيتامين بي بيتامين بي بيتامين بي اول ما يتصنى ما بيكون فعال يتم تفعيله للكالسيوم بلازما كالسيوم هو موضوع من البراثيرويد هرمون شو الأشياء التي تزيد البراثيرويد والذي تنقصه الباراثيرويد يزيد عندما يقل الكالسيوم في الدم هايبوكالسيميا كان لديه باراثيرويد هايبرميشيا يعني تضخم الباراثيرويد غلان البيتا أغنس والدوبامين بس يعني تأثير قليل جدا ما هو الاشياء التي تقلل الباراثيرويد ارتفاع الكالسيوم بالدم يقلل الباراثيرويد فتصير العظام يتخزن الكالسيوم وتبني اكتب فيتامين دي ميتابولايت اللي هو الكالسيتريون هذا لما يكون في الدم بجميات آلية بجميات كافية بيعمل دبريس للباراثيرويد هرمون بدون تقلل الباراثيرويد هرمون سيفير هايبر أو هايبو ماغنيسيميا ارتفاع الماغنيسيوم قتير او مفاضي الماغنيسيوم هذا ممكن يؤدي الى ديكريز الباراثيرويد طب نبليش هلل نحكي طبيعي ما هو الباراثيرويد ثم نحكي عن الاشياء підثارة الحيطانة 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 ثاني ثاني ميس مش انسي هلا حكيت يا ميس الباراثايرويد هرمون الباراثايرويد افرزت الباراثايرويد هرمون بتروحها العظام تجبر العظام انها تكسر الكالسيوم وتطلعه على الدم اليوم البوينتر مش عارف شماله شكله ساي متعبان تجبر البون يطلع الكالسيوم للدم طيب انا لما اخد ريكمبينانت للباراثايرويد هرمون يعني اخد اشي بيشبه الباراثايرويد هرمون انا بكسر العظام كيف بعالج الاستيو بروسيز انا هلا بقولك الباراثايرويد لما يضلوا فترة طويلة رح يعمل عنا فعلا رح يعمل عنا تحطم في العظام بس وجدوا انه الباراثايرويد اذا نعطى بطريقة اللي هي متقطعة مش يضلوا تركيز واحد في العملاء بنعطيه بعدين يعني هو طبعا هدت اخد ابري سبتين واس ديلي بنعطى الابري بارتفاع الباراثايرويد اللي هو بيشبه الباراثايرويد بدنا برجع بنزل ثاني يوم باخد كمان نرجع بارتفاع وبنزل وجدوا هاي الشغلة اللي هي ان الباراثايرويد يرتفع وينزل يرتفع وينزل ما يضلوا هايك مرتفع على طول يكون في هاي الفلكشويشن هاي تزبذبات بتركيز الثرباراثايرويد اللي هو نوع من الباراثايرويد وجدوا انها بتحفز الاستيوبلاست الاستيوبلاست هي الخلايا اللي موجودة في العظام وهي بتصنع العظام بينما الاستيوكلاست بيحب السيد الاستيوكلاست هي الخلايا اللي موجودة في العظام اللي بتحطم العظام وبتطلع الكارسيوم لبرا فالتيرباراثايد لما يتاخذ بشكل يومي سبكوتانيواز اوكي برتفع التيرباراثايد برجع بنزل برجع تاني يوم بخدوه فهذا الانترميتاد هذا الانترميتاد هاي الفلكشويشن والتزبذبات في مستوى التيرباراثايد بتحفز الاستيوبلاست اللي موجودة في الباراثايرويد انها تبني العظام طبعا التيرباراثايد اوكي كتير منيح انه والله يقاعد تحفز النمو بالستيوبراويس ينستخدام قبل التيرباراثايد Red luxurious mobility تيربارات الكارسية onde polize osteoporosis حدا نستخدام الاستيربارت Championships حدا لم تستطع اوكي تgeon 봐 ما هذا من الممكنment إذا خبطت بأي إشي حيصير عنده قسور فمنعطي التربراتيز ليه لأنه بيزيد كتير الريسك بسرطان العظام هذا الدبو ممنوع ينعطى للي عنده خملي هستري بسرطان العظام أو هو معرض لسرطان العظام أو عنده هو إصابة سابقة بسرطان العظام ممنوع ينعطى كنت طبيب شاكت من المريض ممكن يكون عرض لسرطان العظام ويقوم باقي التربراتيز وهذا الدبو هو لازت رزورت في حال إعلاجات الأخرى لتجهش العظام ما نفعت أو بحالة الشخص معرض كثير للكسور وعلاجات الأخرى ستأخذ وقت فأنا ممكن ألجأ لهذا الدبو كالسيتونين كالسيتونين هو هايبوكالسيميك هورمون عكس صغل الباراتيروت ما يفعل الكالسيتونين؟ الكالسيتونين يقلل من الكالسوم الموجود في البلازما ويساعد العظام تأخذ الكالسيوم وتصنع العظام تقوّل العظام تتاوي على السكيلتون في حالة الكالسيوم كالسيوم سترس كالسيوم سترس هي الفترة اللي الجسم يحتاج بها الكالسيوم زي البروث النمو البرغنانسي الحمل واللاكتشن الرضاعة الجسم يحتاج كالسيوم العظام كثير تكون معرضة لأنه يصير فيها حشاشة العظام فالكالسيتونين يطلق والكالسيتونين يؤدي إلى أنه الكالسيوم اللي في الدم يروح على العظام وساعد يبناء العظام لما يكون مستوى الكالسيوم في الدم عالي فبكون يتم إفراز الكالسيتونين ويدخل هذا الكالسيتونين للبونز وساعد في بناء العظام يعني سبحان الله في حكمة من هذا الموضوع أنه الحامل والمرضع والأطفال كمان اللي يكون عندهم الكالسيتونين عالي عشان هيك أنا بدي ألتزم بالجرعات اليومية اللي أنا بحتاجها من الحليب وأنا إذا عندي نقص بايتها منها عشان نساعد على بناء العظام يعني بقلل الفوسفيت والكالسيوم بالدم ببناء العظام ببناء العظام تطلع الكالسيوم اللي فيها بالعكس العظام يصبح تأخذ الكالسيوم اللي بالدم الآن فيه كالسيتونين الطبيعي اللي بالجسم فيه إشي ممكن إحنا ناخده إكزوجيناس اللي هو سالمون كالسيتونين سالمون كالسيتونين هذا يستخدم ببناء العظام ببناء العظام مهم 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 ببناء العظام مهم 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 سيعمل ؟ مهم مهم ishergocalciferol والشي possa أنه م targeted by vitamin D receptor فكرة الادت żeby vitamin D design a Islander ليس مسؤول عن الإضام العظام وسؤول عن النفسية وسؤول عن المود طبعا مسؤول عن الموضي على إشي بالسينس مسؤول عن المناعة عن صحة الجلد عن صحة الجسم عن الكنسر في الجسم كمان إذا ارتفع فيتامين قلبي بيساهم بإنه يقل الكنسر في الجسم يعني كثير له فوائد في الجسم بالإضافة لنمو والعظام بقوية المناعة وإشاء ذهي بطبع أحتاج الواضحات لتصبح بيولوجيكاً اكتف الكالسيتريول فيتامين دي ود3 اللي هو 1-25-dia hydroxy vitamin D بصر له عملية تين هيدروكسيليشن وحدة بين انزيمات الليبر وحدة بين انزيمات الكبني هلا فيتامين داليا تصنيعه عن طريق الجلد عندما اتعرض للشمس هذا لسه مش فعال بيروح على الكلية ويصير فعال بانزيمات الكلية سر له هيدروسيليشن على خطوة انا عشان هيك لما احنا مثلا نقول عندي نقص فيتامين دال لان انا هو بتعرض للشمس دائق صح او كتير مش دائما هذا الحكي صحيح مراتا انا بكون بتعرض للشمس كتير بس الانزيمات اللي بتحفز فيتامين دال او بتنشط فيتامين دال مو موجود عندي بكمية كافية بالجسد بسبب اشياء جينية طبعا انا يعني مش انه بسبب غلط انا ارتكبته الكالسيتريول مانتين نورمال كونسنترشن او كالسوم انتروسفيت ان البلازما انكريز ابزوربشن from انتستان ان انتراكت with البراثيرويد هرمون to mobilize them from bone الكالسيتريول هاز ادر فانكشن غير انه تكتروا على الاضام وعنصاص الكالسيوم ماتوريشن ان ديفرنشيشن او سل ان اميون سيستم اللي هي بيخلي الخلايا المناعية سلها ماتوريشن سلها انه ماتوريشن تصير ناضجة تصير وديفرنشيشن تتمايز لانواع هالمخالفة وفكتف كمان في كتر من المشاكل اللي بنعيه زي السورياسيز الاكزيما برموت ابيثيليال بيحسن من قوة او من صحة السكن فاحنا حكينا عن هذا بفارما 2 اذا بذكرين هاي بالنسبة للبيتامين دي دمان نفحص البيتامين دي ونشيك عليه ونشوف دايما نكتبوها الفقوصات يعني يعني فيتامين دي مش بس يعني مسؤول عن يعني مش منه مثلا والله انا عندي اوجاع عظام انا عندي نقطة فيتامين دي فيتامين دي مسؤول عن كتير اشياء في الجسم صحة الاسكن الشعر النفسية المناعة الكنسر كل هالاشياء فيتامين دي بساهم فيها نشوف البيو فوسفات البيو فوسفات لدينا كتير ادوية الالندرونات الايبان الدرونات الريز الدرونات هادوال بيتاخدوا أورالي ممكن يتاخدوا ديلي كل يوم او ويكي حسب كل دواء او منثلي الزولندروكácيد والإيترون دي انات هادو بيتاخد أورالي والااا الباميرودونات والتيلورو دي ات هادوال بتاخد كمان أورالي They are preferred agents for treatment and prevention of postmonopausal osteoporosis لماذا بيش افضل بايسروجين بي أل واتصير المرأة معرضة للأولستيOPارسي فاللها شاشة العظام لحشة اقتربgers هلا عندنا هدوالالادوية الالندرونات والأباندرونات نسبة عالية يسببون الإسوفيجايتس والتهاب المريء وإسوفيجيال ألسرز اللي هي قرحة المريض فمشان هاي تفيد هالأدوية سمعت عنها نحكي للمريض دايما لما بدك تاخذ هذا الدواء للمريض عادة نقول لها بتكوني واقفة وبتاخذ هذا الدواء الشبيه وانت واقفه وممنوع تعودي يعني ممكن نقول لها العشر دائيلة ربع ساعة ممنوع تعودي نتأكد انه الدواء مر في المريء بسرعة لأنه إذا الدواء طول في المريء فهيعمل الالتحاب في المريء أو قرحة في المريء إذا هدول هدول التلات أدوية الأرون درونيت والآيبان درونيت والرايز درونيت هدول لما تاخدهم المريضة بدها تاخدهم مية واقفة وتشرب معهم بالمية وتضلها واقفة عشر دقيلة ربع ساعة لذلك يجب أن يكون المريضة في المريضة في المريضة أجل على الواقفة لا يجب أن يكون ممنوع يكون مثلا يجب أن يتبدأ لأجل تكون واقفة العراض الجانبية مختامة لها الأدوية دائرية أعلم في العضلات والبطن يمكن أن تعمل دائرية بس هاي نمبر ون لعلاج الاستيو بروسيس عند البوست منوبوزال وومن طيب نشوف هلا يعني هاي الحال اللي عنا 65 years old woman ابرا عمرها 65 سنة واس دياجنوز ببوست منوبوزال استيو بروسيس عندها استيو بروسيس بعد قطاع الطمس so she has no history of fractures ولا مرسار معها اي قصور best drug for management of work condition احسن دواء الالوندرنات الكالسوتونين ولا التيرابارتايد التيرابارتايد يعني حكينا هذا الاسر الالوندرنات الكالسوتونين ولا مرة fractures واقع الالوندرنات هو نمبر ون لعلها انو هي ما عندها اي قصور myophosphates are first life therapy for osteoporosis in post-menopausal women كالسوتونين لست افكته ويصير فيه طولرانس وهذه الاسرابارتايد وانو الكالسوتونين مفيد بحالة الفراكتر زال انو بيقلل من الامها ويزيد من الالتئام تبعها في اي من عندها تصور هي لحقت حالها قبل ما تعرض لأي كسل التيرابارتايد هو used when other treatment fail يعني هو اخر خيار مش نمبر ون بالنسبة لي طيب ما يعطيكم العافية والسلام عليكم هي خلصنا التارود والبارة تارود سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر Jesús